أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطور بمدينة القدس عائلة أبو غنام المكونة من 21 فرداً على هدم منزلهم بأيديهم وذلك لتفادي دفع غرامة مالية قيمتها 200 ألف شكل مقابل أعمال الهدم في حال رفضهم بصراحة أنا لم يدروحي أنا يعني مشكلة زي هاي بدها محامي وأنا اللي قدرت أنا أسوي أنه أحط محامي ويدافع عن الموضوع ويشتر على الموضوع بس لم يدروح يعني ما فيش هدا يعني أنا يعني عايش في دولة دولة يعني أعططني أمر هدم وبدها تهدم بيتي وأنا توجهت لمحامي قانونياً والمحامي سوى اللي يعطي العافية يعني وسوى جهوده وهم يعني أصروا أنهم يهدوا هذا البيت يعني بدون يعني تراجع يعني أصروا هذا الكلام هلا إحنا كنا بالبيت ويعني فجأة رحنا عند دور سيدي وهذا مو البيت يعني هون هذا البيت إلنا استقلال وأهلي يعني كتير حزنوا وهيك إحنا كتير حزننا وصلنا نعاية ويعني كمان إنه كتير كتير بيحزن هذا الاشي لما شفناه يعني وكمان يعني هذا البيت إلنا استقلال كيف إيجوا هيك وهدوا يعني بناية سكنية تضم ثلاثة منازل مأهولة تعيش بداخلها العائلة فيها منذ عام 2013 أصدرت محكمة الاحتلال قراراً نهائياً في شهر أيار الماضي يقضي بهدم المنزل بحجة البناء من دون ترخيص رغم محاولات المحامل متكررة للتأجيل أو تجميد قرار الهدم أو إيجاد حلول أخرى تغني عن الهدم لكن من دون جدوى أصرت البلدية على قرارها من دون منحهم أي تفرصة بلدي مشح أتركها محلي مشح أتركها متمسكة ببلدي وبوطني لآخر قطر الدم يعني شو ما يعملوا ما بطلع من بلدي ولا بترك الأقصى ولا بترك الأدس هذا همنا أحنا مش همنا لهدم معلش هدمه وازعلنا معلش بس أنا أنا بفدي روحي ودمي لقدسي ولوطني وللأقصى ممارسات الاحتلال كثيرة ومنها هدم المنازل ومصادرة الأراضي الزراعية وغيرها وعائلة أبو غنام ليست وحدها من يدفع الثمن فكثير من العوائل الفلسطينية اضطرت إلى فعل الأمر ذاته تتقزم أحلام الأهالي وأطفالهم هنا إلى منزل صغير واستقرار استقرار وأحلام يرى فيها الاحتلال غنيمة لمشاريعه الاستطانية ليسرقها هي أيضا من أصحابها أصحاب الأرض منزل لعائلة أبو غنام هدمى بيد صاحبه كخطوة يسعى لها الاحتلال لاستكمال ممارساته بحق المقدسيين ولتنفيذ هدف تفريغ مدينة القدس من سكانها سالي منذر لتلفزيون سوريا القدس المحتلة